سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ساعات كان ينصح نصايح اللي قدامه يحتاج يستفسر شوية عنه فيسأله اشرح لي أكتر يا رسول الله فيطلع الكنز في شرح النبي لوصاياه عليه الصلاة والسلام ففي يوم الأيام كما في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما فقالوا يا رسول الله أنصره مظلوما دي معروف لكن كيف ننصره ظالما قال أن تأخذ على يديه أنك تحبس ظلمه عن الخلق كذا كنز في الموضوع ده الكنز الأولاني في إجابة السؤال ده أن أنت محتاج تميز من الصديق اللي بجد يبقى أقرب واحد لك الصديق اللي بيخاف منك بس برضو بيخاف عليك بيخاف منك يعني بيخاف من زعلك يعني وبيخاف من مشاعرك تجرح لكن برضو بيخاف عليك أنك أنت تتصرف غلط وخوفه عليك أكتر من خوفه منك ممكن يجازف بصحبتكم لما يلاقيك ماشي غلط ويعكر عليك صف والغلط ده بنصيحة وأنه يقف لك الإنسان ده صادق لأن عادة في الأعدات والخروجات اللي الصحاب بيبقوا فيها مع بعض مش طلبة أن إحنا نصطدم ببعض آه مش طلبة نصطدم ببعض في الدنيا بس هنصطدم ببعض في الآخرة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين اللي كانوا بيخدوا على إيد بعض لما حد فيهم يفتري أو يغلط تاني يقولوا لا أخد بارك مش فاكر لما النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن ومرآته أخيه فأنت المفروض تشوف حقيقتك في مريتي فلو كنت كويس أشجعك ولو مشيت غلط ما ينفعش مريتي تبقى خداعة وقولك هو ده يا بو الرجالة وما تبقاش هو ده ونيجي قدام ربنا نتخانق يوم القيامة فأنصر أخاك ظالما أو مظلوما عارفين مظلوما كيف ظالما قال له صاحبك اللي يخاف عليك أكتر من خوفه منك أن يمسك أو يحجز أو يحبس على يديك إذا ظلمت بعض المواقف عايز أفكر حضراتكم بيها محتاجين ننصر الظالم فيها بإن إحنا نقوله ما تظلمش زيطة الغيبة بالذات لو فيه مدير قاعد عادي مثلا في قاعدة مكتب كده وطرست اجتماعات فحد اغتاب حد مش على هاوى المدير كده فالمدير مبسط بالغيبة دي فأنت إيه أنت عايز بقى تجود إنت كما عشان تقول للمدير برضه أنا ما بحبش الشخص اللي هو مش على هاوى ده خد بالك من المسألة دي سيدنا عمر بن عبد العزيز مرة واحد نقال له كلمة كده مش حلوة على حد فقال يا هذا كف عنا لسانك فإما أن تكون كاذبا في الكلام اللي أنت بتنقله ده فإما أن تكون كاذبا فأنت ممن قيل فيهم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وإما أن تكون صادقا بتقول كلام سلبي حقيقي فأنت ممن قيل فيهم هماز مشاء بنميم أو إن شئت عفونا عنك قال عفو عني يا أمير المؤمنين آسف ما تفتش وراي أنا صادق ولا كاذب لأن في الاتنين حالتي سلبية واحد اغتاب واحد قدام قتيبة بن مسلم فقال يا هذا لقد تلمظت يعني المضغط لقد تلمظت بمضغة لفظها الكرام فاكر أيود أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا وإنت بتغتاب أنت عمل تمضغ في لحم حد الكلام ده الكرام مش بيعمله لقد تلمظت بمضغة لفظها الكرام فخد بالك من مساءات الغيبة وإن إحنا إيه نجود في موضوع الغيبة ده من ضمن الحاجات اللي المفروض ننصر فيها الظالم بأن نحبس ظلمه زي ما النبي وصى عليه الصلاة والسلام تربية الولاد ساعات الأهل يكسلوا أنهما يقفوا للعيال ما يكون فيه مثلا نظام معين في البيت والعيال تكسروا ساعات مكبر دماغي ومريح كده فالعيال تطلع متعودة أنه ما فيش أي ضوابط ولا قيود فيفقدوا الالتزام بالضوابط أش في ديسبلن زي ما بيقولوا سيدنا عمر بن عبد العزيز شاف ابنه جايب فص كده في خاتم بألف درهم فقال يا بني بيعه وأطعم ألف بطن واشتري فصا بدرهمين ده المناسب واشتري فصا بدرهمين واكتب عليه رحم اللهم رأى عرف قدر نفسه أدي وقف من سيدنا عمر بن عبد العزيز لابنه بيربيه على عدم الإصراف في المقتنيات من ضمن الحاجات اللي المفروض ناخد بيها على أدينا ويبقى دي وصية سيدنا رسول الله وإجابته كيف ننصره ظالما لما نقصر إحنا اللي اتنين وإحنا أصحاب كده ولا متجوزين ولا أيا كان نقصر في حق أحد وبعدين ناخد بالنا إن إحنا قصرنا ومحدش يقف للتاني يعني مثلا كان عندنا عزومة رحنا إحنا اللي اتنين متأخر وبعدين لقينا صاحب العزومة مستنينا ومحضر الأكله وإحنا رايحين ساعة متأخر ما ينفعش نمشي وما نتكلمش في الموضوع إحنا كده بنعين بعض على الباطل لازم واحد يقف للتاني يا أخي الراجل كان مجهز نفسه ومعامل بيته ومجهز للترابيز وإحنا اتأخرنا أوه ينفعش كده وبفكرك تاني المؤمن ومرآته أخيه وبفكرك تاني بس بنص تاني لحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحدكم مرآته أخيه فإذا رأى منه أذن فليمطه لما تبص كده في مريتي المفروض تشوف الشيء الغلط اللي انت عملت لازم أنا أقولك عليه لو في بيننا وبين بعض محبة وانت مديني المساحة دي المفروض أنا ما أسرش لما شوفك ظالم إن يقولك وده نصرتي ليك وأنت ظالم سيدنا محمد بن كعب القراضي لي كلمة حلواوي يقولك ربما قال أحدهم لا إله إلا الله فأخشى عليه النار فقيل له كيف قال يغتاب رجل أمامه نبقى عاديين فعذا فصاحبه يغتاب حد فيقول لا إله إلا الله يعجبه الكلام فإنه بقول لا إله لله عشان يكمل يعني وكان حقا عليه أن يكون صادقا فيقول لصاحبه اتق الله ده مش مكان لا إله إلا الله هنا لا إله إلا الله هنا أنت بتشجع يقول لك كمان مكانها هنا أن تنصر أخاك ظالما تقول له بس ما تظلمش أكتر من كده حاجة أخيرة الشخص اللي بيظلم ويلاقي حد من نعمة ربنا يقول له بلاش بحتاج أن يسمع له ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا فلانا اللي كان بيشجعني على الغلط لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني أهو الذكر اللي جاءك ده ممكن يبقى صاحب بيقول لك بلاش كده وكان الشيطان للإنسان خذولة الشيطان خليك تسمع اللي بيشجعك على غلطك وما تديش ودنك للصادق اللي بيخاف منك لكن بيخاف عليك أكتر وخوفه عليك هو اللي خلاك لما كنت ظالم وإفلكت